موسيقى مساء الخير تذهب الأمم إلى الحرب لواحد من سلاسة أسباب الشرف الخوف المصلحة بقضيتنا للأسف الشرف صار مفقود معي تفي شرف ما بقى إلا الخوف المصلحة انفتحت بواب كتير على السوريين وعرتهم أكتر وأكتر بالوقت اللي كانوا هني عم بيشتغلوا على السترة والسمعة إجت هايدي القضية حتى تفضحهم وتعريهم وبدل ما يستروا ويتستروا عملوا فضايح بدفاعهم الحقير والمبتزل عن محمد وعن أنفسهم وخاضوا وبعدهم عم بيخودوا حروب كتير وكبيرة غير شريفة بالبداية غيروا ما صار القضية من اتجاه لاتجاه تاني بعدين نسوا فادي وانتقلوا للحاشية أي الكوادر ما تركوا تهم ما نسبوا إلهم ما تركوا مخلوق بريء ما انتهكوا شرفه وعرضه وكرامته وكل هالشي من أجل أنصف مجرم بلا شرف كل هالشي من أجل الانتقام لمجرم بلا شرف مبالغات كتيرة وكبيرة بلغت زروتها حتى صار العالم كله مزن بقلها محمد موسى يعني ما بيقالوا إلا تقليه ويقاله ويخلصونا بقى هاي دي حرب غير شريفة ما رح تكون نهاية تقلل هزيمة إلن والخزي والعار استوقفني تعليق للدكتور إياس خضير البياتي بيقول فيه صناعة التلفيق والتضليل في وسائل الأعلام لابد من الاعتراف بأن البشرية تمر بمرحلة من أخطر مراحل تكوينها الحضاري والثقافي حيث تتعرض لصراعات تغزيها النعارات الطائفية والمصالح السياسية ومحاولات فرض الرؤى والنفوذ بينما يقوم الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بصناعة دائرة خيالية من الحقائق وملئة بالزيف والتضليل والتلفيق وتهديد نهج الأمن والاستقرار في المجتمعات إن اعتقاد المطلق الدائم بوجود ما هو خفي وراء الأحداث يسهل على أصحاب الأغراض من الإعلاميين أن يبصوا الأكاذيب ويلفق أقاسيس خيالية تعبس بعقول العامة وهكذا يتخبط الجمهور في ظل التلفيقات الأعلامية فلا ضوابط مهنية تحدد ما يقوله المعلقون ولا منظمات أعلامية لمراقبة المعايير المهنية ولا متابعة لما يظهر على الشاشات من اتهامات وتخوين وقراءات مغلوطة للأحداث وفي كل هذا فأن عقل المواطن العادي الذي لا يملك رفاهية تقصي الحقائق هو الهدف والضحية إن صور ووسائل الأعلام لا تنحصر في أسلوب معين إنها سياسة فطفادة تحوي الكثير من غسيل الأدمغة والمغالطات والتهويلات ولي عنق النصص والأخبار وبتر الحقائق وتهويل الأخطاء والتشويه والتحقير والفبركة وشيطنة الخصم وصولا إلى نظرية جوبيلز وزير الأعلام النازي اجذب ثم اجذب ثم اجذب حتى يصير الكذب حقيقة في الأزهان ويصدقك الناس فمن خلال الأعلام استطاعت الأنظمة تشكيل العقل الجمعي والتحكم به كظاهرة سماها خبير العلاقات العامة الأمريكي إدوارد بيرني بلورة الرأي العام وهي كما يصفها ليست صناعة الرأي العام فحسب بل تجميده أيضا عند حد معين يختاره صانعو القرار ويرفض المتلقي عند هذا الحد كبول أي فرضية أخرى غير تلك التي لقنت له عبر وسائل الأعلام بينما رأت الباحثة الإلمانية بأن الأعلام كثيرا ما يشكل ضغطا رهيبا على الرأي العام ليصبح الرأي العام هو ما يريده الأعلام لا ما يريده الشعب عبر آلية أو نظرية أطلقت عليها دوامة الصمت والإعلام على الأغلب يتخذ لصناعة الأكاذيب سلاس طرائق معروفة لدى صانعي الخبر وهي التغييب أو التضليل أو التلفيق فمن خلال التغييب يمكن دفن قضايا مهمة وتمصها من خارطة اهتمام المتلقي ببساطة من خلال عدم ذكرها أما استراتيجية التضليل فتقوم على طرح الخبر لكن بتفسير ورؤة غير حقيقية وغالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية في تشويه صورة الخصوم وسالس هذه الاستراتيجيات وأكثرها خطورة هي استراتيجية التلفيق التي تطلح على الأغلب خبرا أو حدثا غير صحيح أو تحور خبرا ما أو أي حادثة وقعت فتقلب فيها الحقائق وتدس في سناياها طرحها الافتراءات والأكاذيب التي غالبا ما تخلق تصورا مختلفا تماما عن الحقيقة التي يتم اختيالها وسحقها بدم بارد في الأدلة الأعلامية وهناك أسليب كثيرة للتلفيق والتضليل كتمس الحقائق بالإخفاء بمعنى أن إخفاء الحقائق أو الأخبار هو أسرع الوسائل للتخلص من الأخبار المزعجة وهناك الهجوم على مصدر الحقيقة ومن المعروف إعلاميا أن كائن لم تستطع أن تخفي خبرا فيمكنك أن تهاجم من نقله وتتهمه لإضعاف مصدقية الخبر المنقول ثم هناك الكذب وتكرار الكذب وبالتأكيد تمارس وسائل الإعلام التأثير النفسي عن طريق خلق أنماط مقبولة وهمية والمتمثلة بسلاحة ضغط الفكري النفسي على الجماهير باستعمال المعارف السايكولوجية لاكتشاف النفسية الاجتماعية من الظواهر والأحداث والاعتماد على الخرافات والأراء الباطلة واستغلال الانفعالات البشرية عن طريق التوجه إلى العواطف لكن مع ظهور الانترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية والإعلام البديل أصبحت قدرة هذه الوسائل الإعلامية على التلاعب بالحقائق مقيدة أكثر من قبل وأصبحت الحكومات أيضا وعية بمثل هذه المشاكل لكن ينبغي التأكيد على عدم تضخيم قدرة الإعلام وتأثيره على الوعي الجماهيري وتصوير إمكاناته بأنها قدرة مطلقة لا يحدها حد ولا يصفها وصف ذلك لأن الوعي مرتبط دوما بالواقع والأكاذيب لا جزور لها وقيل أن الناتق بالهراء لا يتنكر لسلطة الحقيقة كما يفعل الكذاب وعليه فأن الهراء عدو ألد للحقيقة من الأكاذيب نفسها وبتالي آخر ويرد على مدونات الجزيرة للكيت بن جود بتقول فيه وبالرغم من السلبيات التي أوردناها سابقا بسبب الأفراد في التعاطمة وسائل التواصل إلا أننا لابد أن ننظر إلى الموضوع نظر متوازنة تتطلب انتقاد لتصرفاتنا وسلوكياتنا السلبية واستخدامنا غير السليم للتقنية لا اتهام التقنية في حد ذاتها إذ ينبغي أن تكون تلك الوسائط أدوات في أيدينا نستخدمها ولا تستخدمنا نملكها ولا تملكنا نتعامل معها بقدر الحاجة ولا نستسلم لما تفرده علينا من قيم دخيلة ولا يتم ذلك إلا بالرقابة الذاتية والوعي الصحيح لكيفية التعاطي معها ومنجي هلأ للإسقاط النفس وفقا لما هو متعارف عليه الإسقاط هو حيلة دفاعية من الحيل النفسية اللاشعورية وعملية هجوم يحمي الفرد بها نفسه بإلصاق عيوبه ونقائسه ورغباته المحرمة أو المستهجنة بالآخرين كما أنها عملية لوم للآخرين على ما فشل هو فيه بسبب ما يضعونه أمامه من عقبات وما يقيعونه فيه من زلات أو أخطاء وهو آلية نفسية شائعة يعز الشخص بوساطتها أو عن طريقها للآخرين أحسيس وعواطف ومشاعر يكون قد كبتها بداخله ويقول علماء النفس أن الأفراد الذين يستخدمون الإسقاط هم أشخاص على درجة من السرعة في ملاحظات وتجسيم السمات الشخصية التي يرغبونها في الآخرين ولا يعتلفون بوجودها في أنفسهم ويظن الكثير من الناس أن هذه الاستراتيجية أو الحيلة الدفاعية تقلل من القلق الناتج في مواجهة سمات شخصية مهددة وتظهر هنا مرة أخرى آلية القمع أو الكبت وهلأ رح أعرض لكم بعض الصور لفيديوهات منشورة على اليوتيوب بتبين كمة السفالة وكمة الحقارة وكمة الوضاعة الأشخاص ما اكتفوا بس بالكذب والتفاخر بالذات إنما كمان مارسوا الإسقاط أسقطوا ما بداخلهم على غيرهم وبيقولوا العالم عنصري بيحكي معنا بعنصرية وبتعامل معنا بعنصرية كأنه هن مش جزء من هالعالم وكأنه هن منزهين عن العنصرية خلينا نشوف اشتركوا في القناة 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 شكرا